لمناقشة تطورات المشهد في السويدة بعد تسعة أيام على اندلاع التظاهرات ينضم إلينا عبر سكايل من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار أستاذ ياسر حياكم الله تسعة أيام على التظاهرات وما زالت مستمرة ولكن هناك من يشكك من المراقبين بأن هذا الحراك هو صنيعة النظام كيف ترود على ذلك مساء الخير لكم ولمشاهديكم حقيقة لا يمكن أن يتقبل العقد السليم أن هذه المظاهرات التي تنادي بإسقاط نظام بشار الأسد وتنادي بأن هذا النظام أصبح خارج المنظومة العقلية السياسية سيا موائز علمنا أنها تحمله كافة مسؤوليات الفشل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وأنه يبيع هذا البلد صرخات وشعارات التي يرددها المتظاهرين هي نفس الشعارات التي رددها وما يزال يرددها السوريون في المناطق الشمال السوري المناطق المحررة هذه التظاهرات صورة طبق الأصل عن التظاهرات التي ظهرت في عام 2011 داعش عبارات وشعارات وحتى أهازيج الساروت هي التي تصدح بها حناجر أهلنا في السويدان لذلك أنا أعتقد أن محاولت إصباغ على أن النظام مستفيد من هذا الحراك هذا أمر غير منطقي أما أن النظام هو مبتئس وهو يفكر جليا كيف السبيل إلى التعامل مع هذا الحراك فعلا الأمر شائك بالنسبة له النظام لطالما قدم نفسه وأنه حامل للأقليات اليوم الثاني أهم أقلية في الخريطة الديمغرافية السورية خريطة خطنا العرب الدروز هم الذين يقودون الحراك في منطقة الجبل بالإضافة إلى أهلنا في حوران سنة عرب متواجدون في السهل إذن ما بين السهل والجبل الآن يتخبط هذا النظام ويشعر بأن لديه مشكلة حقيقية في التعامل سيما كما ذكرت أنه حامل الأقليات ولا يستطيع الآن أن يتهجم عليهم ويعاملهم كما عامل أهلنا في سوريا باقي المحافظات عندما استخدم الحديد والنار والبراميل المتفجرة أستاذ ياسر لماذا تثار الشكوك بأن هذا الحراك وصنيعة النظام لأن النظام لم يحرك آلته القمعية التي استخدمها طوال الاثنى عشر عاماً الماضية ضد كل من عارضه كيف ترون ذلك؟ صحيح هذا الكلام هذا توصيب دقيق جداً وكما ذكرت النظام حاول أن ينجو بأفعاله التي قام بها باتجاه المواطنين السوريين من خلال أنه يتعامل مع أرهابيين أو يتعامل مع أغلبية تريد أن تستأثر بالحكم على حساب الأقليات قدم نفسه على أنه حامل الأقليات الآن كما ذكرت الأقلية العربية الدرزية هي التي تستلم هذا المسار وهو لا يستطيع أن يرهن ما خاطر به طوال هذه الفترة بأنه حامل الأقليات فيما إذا ضرب أهلنا في السويداء سينظر إليه الجميع بأنه لا يقدم أي شيء لحماية الأقليات بل على العكس هو يتهجم عليهم كما تهجم على الأكثرية السونية وبالتالي لا داعي لعملية إسباغ أن هذا النظام يمكن أن يستطب من خلاله الأمن ويمكن التعامل مع هذا النظام على مستوى التطبيع أو إعادة إحيائه على مستوى المشهد السياسي أعتقد أن النظام يحسب هذا الحساب ولا يريد أن يخسر أهلنا في السويداء وبالنتيجة هو لا يستطيع أن يقدم لهم أي شيء بالنسبة للحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية وبالتالي هو يستطيع أن يتنازل أيضا عن هذه المنطقة لنسمع بعد قليل من الأيام بأن هذه المنطقة أصبحت من المناطق المحررة وأن النظام لم يتعامل معها بالطريقة الأمنية جل اهتمام النظام الآن على المنطقة جبل العلويين أو الساحل السوري ويخشى أن تنتقل هذه الحرار بالتجاه سيما إذا علمنا أن هناك أصوات بدأت تعلو وناشطين بدأوا يقدمون نفس الأهازيج ونفس المطالب الشعبية إذا النظام لا يريد أن يخسر في النتيجة الأقلية العلوية التي ينتمي إليها وهو يستطيع أن يتعامل معهم بطريقة القمع والحديد والنار سيما أنه يقدم أنه جزء منهم ولكنه لا يستطيع أن يتعامل بنفس الأمر على مستوى باقي الأقليات في النسيج السوري أستاذ ياسر هناك من يتحدث يقول أن التحركات السويداء هي بداية الشرارة لتغيير شامل وهناك من يتحدث ربما وجود خطة لإنشاء مجلس عسكري يستلم السلطة لتنفيذ مشروع دولي لإنهاء الأزمة وفق الخطة الأممية أنتم كيف تقرؤون المشهد استراتيجيا حقيقة كما أرى أن بعض الشعارات التي طرحت وكتبت على التظاهرات في السويداء أنها تطالب تطبيق القرار 225-4 إذا هذا القرار 225-4 حض بداية على موضوع التغيير السياسي هو يتكلم عن هيئة حكم انتقالي ويتكلم عن مجلس عسكري يدير البلاد في فترة مؤقتة قد تمتد إلى مدة سنة خلالها يكون هناك هيئة حكم انتقالي تحافظ على مؤسسات البلد أو ما تبقى من مؤسسات البلد نحن نتكلم عن مؤسسة الكهرباء لا تقدم الخدمات الكهرباء للمواطن نتحدث عن خدمات صحية متهافتة وضعيفة جدا نتحدث عن باقي مؤسسات ولكن بحاجة إلى الإبقاء على هذه المؤسسات عبر هيئة حكم انتقالي والنتيجة يمكن أن يكون هناك توأم ما بين مجلس عسكري يضمن أنه لا يكون هناك أي تصرفات على مستوى الفرق العسكرية والفصال العسكرية وهناك هيئة حكم انتقالي تضمن أن مؤسسات الدولة يبقى عليها بشكل تكنقراط وبالنتيجة يتم التحضير بالقرار 2-5-4 إلى ما يعرف بتعديلات تنسطورية للتحضير لانتخابات برلمانية ولكن هذا المسار أعتقد أنه مسار يستمر لوقت معين يعني يحتاج إلى فترة من الزمن قد تكون إما بتغييب بشار الأسد عن المشهد عبر انقلاب عسكري أو يكون عبر عملية تنحي بشار الأسد بإرادته هذا وأعتقد أنه صعب الأمر أو قد يكون عبر اغتيال بشار الأسد إذا بالنتيجة غياب بشار الأسد عن المشهد هو السبيل إلى تحقيل القرارات الدولية وهو السبيل إلى عملية شاملة تغييد سياسي في سوريا واستقرار البلاد أستاذ ياسر في خضام هذا التحرك الشعبي أين تقف الأطراف الفاعلة؟ يعني إيران الولايات المتحدة روسيا وأيضا تركيا أعتقد أن هذه الدول كلها تراقب المشهد عن كثب لا تريد أن تخسر ما حققته خلال الأيام أو السنوات الماضية الولايات المتحدة الأمريكية هي خير من يدير الصراعات في سوريا أعتقد أن روسيا انشغلت بنفسها في حربها في أوكرانيا أما بالنسبة للإيراني فهو يحسب حساب هذا المسار على أساس أنه أحد السيناريوات لذلك وجدناه أنه بات ينشغل في مسارات أخرى على منحة اجتماعي ومنحة اقتصادي وأيضا منحة عسكري ولكن المنحة العسكري هو لأجل زمني محدود أعتقد أن الدولة التركية هي أن تحافظ على حدودها الجنوبية أي شمال سوريا ولكنها غير متدخلة في التفاصيل على المستوى المنحة للحل السياسي هي لن تنشغل عن هذا المسار هي ستجلس على طاولة الحل السياسي النهاي ولكن بالنتيجة تركيا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يراقبون هذا الحراق ويطرحون أنه سيكونون على كل أحوال مستفيدين في أي حال سواء حل عبر القرارات الدولية يضمن أن يكون هناك انتقال سياسي وتكون الولايات المتحدة الأمريكية حققت ما يمكن تحقيقه بدون أن تتكلف ولا بأي تدخل عسكري أو بتكاليف مالية وبالنسبة للدولة التركية تضمن أن يكون الانتقال السياسي سبيل إلى أمن حدودها الجنوبية أستاذ ياسر المعارضة السورية قصفت مواقع تابعة لقوات النظام في هذا السياق هل تعتقد أن حراك السويداء شجع المعارضة مرة أخرى على التحرك بشكلها العسكري حقيقة ما يحصل على الحدود التماس في مناطق الشمالية ما بينها على سبيل التحديد في إدلب هي مناطق تشهد عمليات اختراقات من الطرفين لطالما كان هناك تسللات من قبل النظام وهناك مراقبة من قبل الثوار على الأرض أعتقد أن الثوار على الأرض اليوم يرد بعملية على عملية سابقة أعتقد أن مثل هذه الحراكات الثورية والشعبية التي أيدت حراك السويداء تكلم عن الحراك والتظاهرات في إدلب في عزاز في المناطق الشمالية هي سبيل أيضا إلى تقوية الحس النضالي لدى الثوار على خطوط التماس من أجل الاستمرار وعدم التفريط بأي مساحة باتجاه قوات ميليشيات طائفية ترعاها الحرس سولي الإيراني وإيران عبر سكان من اسطنبول المتخصص في الشان السورية سر النجار شكرا جزيلا لكم